موسيقى اليوم هذا اللقاء هو فرصة نعطاكمنا لمناقشة ظاهرة من أكثر الظواهر اللي عرفت المجتمع المغربي اللي هو التحرش التحرش الجنسي خصوصا ونحن وللأسر شديد جميعا تتمعنا ورائنا وتتبعنا قضية التحرش الجنسي الذي تفجرت بالجامعة المغربية في مدينة أستار أنا كنحية هذا الفيدرالي التي اختارت هذا الموضوع لأنه موضوع مهم راهي لأنه موضوع يمثل المجتمع ككل مشكلة التحرش داخل الجامعة هي مشكلة تحولت إلى الظاهرة كانت من المسكوت عنه كانت من المواضيع الثاب والتي لا يجرؤ أحد على الخوض فيها لذلك استغللنا فرصة من طالبات أخيرا تسرنا حاجز صمت وتكلموا على التحرش التي تعرضوا له التحرش طبعا نحن نعرف بأنه يمس جميع القطاعات يمس المجتمع التحرش عنده جذور عنده أسباب كثيرة مشكلتنا أنه لا يجب فقط تحدث عن الظاهرة بل يجب محاولة تفهم الأسباب التي تؤدي إلى هذه الظاهرة هذه أسباب تنشئة الاجتماعية خصوصا تنشئة الاجتماعية مشكلة مهيار القيم في المجتمع المغربي ماذا أقول القوانين أيضا للأسف الشديد ليس لدينا قوانين ضجرية كافية لحماية الطالبة ولمثلا محاصرة المتحرش قلنا بأن الطالبات كثروا حاجز صمت وتحدثوا على التحرش الجنسي وهو موضوع الندوة اليوم لكن هناك أيضا تحرش آخر تعرضوا له الطلبة بصفات عامدة تحرش مادي مثلا تحرش المعنى ويتحرش يتعرضوا له الطلبة بصفات عامة لكن ومع ذلك نود أن نسلط الضوء أكثر وأن نركز على موضوع التحرش الجنسي لأنه كما قلت كان موضوع طابو كان موضوع نسكوت عنه والآن بما أن الطالبات كسر محاجز صمت وتجرؤوا وخرجوا هذه الظاهرة هذه فعلى المجتمع بصفات عامة المجتمع المغربي ككل أن يتحمل مسؤوليته لأن الظاهرة لا تمس فقط طلبة والطالبات ولكن الظاهرة تمس المجتمع المغربي لأن الطلبة هم رحومات ورواد وقنات مجتمع المستقبال لذلك أي مجتمع نريد أي مستقبل نريد للمملكة هذه مسألة القيم الأخلاقية وهذه مسألة التنشئة الاجتماعية الصحيحة لا أسس سليمة هي ضرورية أنا أعرف بأن المملكة المغربية قطعت أشواط الآن في معركة البناء الحمد لله أن المملكة أصبحت تشكل نقطة ضوء في المنطقة العربية بصفة عامة هناك أوراج تنمو يمتوح على جميع الأصعدة لذلك يجب على القوانين يجب على المجتمع أن يسير هذه الأوراج ليجب أن نكون لدينا أوراج كبرى على سعيد البنيات التحتية إلى آخره ويكون لدينا مجتمع مفتري مجتمع يعني يعاني من الكثير من الظاهر السيئة بالعودة إلى مسألة الظاهرة التحرش فأنا الآن أحيل كما قلت المشرفين على تنظيم هذه الندوة وأتمنى أن تكون هذه بداية لفعلاً مناقشة هذا الأمر ومحاولة اقتراح قوانين مهمة جداً محاولة البحث عن أسباب الظاهرة معالجتها من الجذور لأن لا يكفي فقط الحديث عنها فقط يجب رفع التوصيات يجب إسمع الصوت يجب محاربة الظاهرة من خارج الكلية لأنه هي فقط التحرش داخل الجمعة هو تمظور من تمظورات التحرش تحرش موجود في المجتمع في كل المؤسسة في كل الهيئات الآن ماذا أقول؟ أقول بأن أيضاً أتمنى من الإعلام أن يتحمل مسؤولية لأن الإعلام يلعب دوراً مهماً جداً في التوعية وفي نشر التربية ونشر التوعية بالظواهر الخطيرة أخبرك أمر في الحقيقة للأسف شديد نحن نتحدث دائماً عن الظواهر بمعزلين عن المحر الجامعة في نهاية صورة للمجتمع المغربي ما نره في الجامعة نره خارج الجامعة ربما أن في الجامعة هناك فئة المفروض أنها فئة متعلمة مثقفة فالمفروض أنها لا تسكت عنها تفجرت القديمة داخل الجامعة لأن الجامعة كائنات دائماً مؤسسة للبناء من الجامعة تخرج السياسي الكبار من الجامعة تخرج المناضي الكبار من الجامعة تخرج الأساتذة الكبار والباحثين والكتاب كل شيء معناه أن الجامعة هي المرأة الكاشفة للضواهر المجتمع للأسف الشديد الجامعة في السنوات الأخيرة عرفت وقت الردة نحن طبعاً لا نعلم هناك في الجامعة أساتذة يشتغلون بصمت ويشتغلون في البناء في الإصلاح ويساعدون الطلبة ويعطون الوقت من جدوم إلى آخره ولكن تبقى الظاهرة موجودة بالنسبة المعينة لذلك يجب محاربتها يجب الآن الوقوف وقفة لأن هذه فرصة أرقية لمجتمع المغربي يعني المجتمع المغربي ليقف على الظاهرة ليحاول فهم الأسباب ليحاول اجتتاتها من الأساس ترجمة نانسي قنقر